اشتركوا في القناة منذ ثلاث ايام وزيارتي لعدن وبعض القرى والمدن في جنوب اليمن والاطلاع على مأساة معاناة الشعب اليمني الذي يعاني منها منذ سنوات قبل حدوث الصراعات العسكرية هناك بدأت اكتابة هذه الورقة وانا في الطيارة متجه من جيبوتي الى اسطنبول يوم الجمعة وكملت كتابتها في مطار اسطنبول ثم بعد ذلك في المنزل امس لما رجعت يعني ايه كلمة سلام ظالم خير من دمار شامل انا هنا لا اتحدث عن رأي شخصي اريد الناس تعتنقه قدر ما اتحدث عن هذا الرأي الذي اتحدث عنه هو نتيجة لكثرة معاناة المظلومين من الابرياء من ابناء الشعوب خاصة في الشعوب التي تعتنق الدين الاسلامي طبعا لمنظومة الاسلاموفوبيا التي انشأت منذ عشرات السنين وحاليا نتحدث عن محاربة الارهاب ونتحدث عن مدلولات محاربة الارهاب وكذلك ما هي الجماعات التي تقوم بهذه الاعمال الارهابية التي لا نعرف عنها كيف نشأت ومن يمولها ومن اين تأتيها الاخبار في دي بعض التعريفات اللي هنتكلم عنها السلام هو الامان والطمأنينة والحرية وعدم الخوف الظلم هو اغتصاب حقوق الناس ضعفاء خاصة واستغلال مقدراتهم وده عكس السلام طبعا وهو مرض وقافة وباء مجتمعي والخير هو عكس الشر وكل فعل يسعى المرء للتمتع به فعال الخيرات والدمار الشامل هما لا نتمناه لأي شعب من الشعوب أو أي مجتمع من مجتمعات لأي سابق الأسباب وده اللي خلى العراء تخش في النفأ في عام 1900 في بداية التسعينات حينما صنفت أنها عندها أسلاحة ضمار الشامل دي بعض التعريفات اللي نحن نبدأ بيها كلمتنا اليوم نظرنا إلى حال الشعوب سواء كانت الشعوب دي في مناطق مسلمة أو في مناطق غير مسلمة احتفلنا منذ سنوات باستقلال جنوب السودان عن شمال السودان فرحنا كلنا بنشأة دولة حديثة تستطيع أن تبني أنفسها أو تبني نفسها كنت أنا في زيارة لجنوب السودان في عام 2003 في منطقة اسمها ملكال والتقيت بالوالي اللي ما كانش مسلم وكلنا بنكلم عن حكاية اللي هو الاستفتاء لاستقلال جنوب السودان ومصير المنطقة فقال لي كلمة ما زالت يعني تأترن في أذني وهي أن كل مننا عنده جيش وعنده سلاح وعنده منطقة ولن تصبح السودان سودانين فقط قد تصبح السودان أكثر من سودان والأسف منذ سنتين إلى الآن في مواجهات عسكرية في جنوب السودان بين القبائل بلد العالم كله احتفل باستقلاتها لكن العالم تخلى عنها الآن ولم يساعدها في بناء قدرتها بين الطرق الديمقراطية أو أو إلى آخر فلما ننظر لمشكلة الأبرياء في جنوب السودان الآن كنا نتمنى أن يكون هناك سلام ضامن ليس هذا الدمار الشامل اللي بيحدث بأبناء جنوب السودان في خلال العامين الماضيين الأمر قدامنا في العراق لا نعرف من نحارب هذه الجماعات الإرهابية لذلك لا نعرف مصادر تمولها أين نشأت كيف نشأت من هم الأعضاء كيف تصل إليهم الموارد المادية كيف تصل إليهم المعلومات الاستخباراتية وكيف تصل إليهم الآليات وكيف يرعبون الناس ومن هم هؤلاء وأصبح بالنسبة لنا هذا الدمار اللي حدث خاصة لمدينة الموصل وغيرها من المدن والذي أحدثه هؤلاء الناس أنا كنت في أربيل في شهر فبراير ودخلت الموصل من ناحية أربيل وشاهدت الدمار هو ليس فقط دمار للمنازل لكن هو دمار للحضارات حتى كل مكان حضاري مؤرخ تاريخي ثقافي ها؟ يدل على نهضة أبناء شعب العراق في الموصل أو في أي مدينة أخرى يدل على ثقافتهم وقدرتهم وإبداعتهم في بناء مثل هذه الحضارات التي تمتع بها العراق لمئات السنين أو لألاف السنين فيأتي بعض هؤلاء هذه الجماعات الهوجاء التي نعرف من أين أتت وما هي مصادر تمولها وكيف تصنع هذا إذا كانت هي واجهات عسكرية بين بعض الجماعات فدي لها نتائج معروفة أما تدمير الثقافة والحضارة والتاريخ ومحو التاريخ وتهجير الشعوب فهذا شيء غير عادي نراه يحدث الآن في هذه المنطقة وإلى يومنا هذا لا بالنسبة للعراق ثلاثة مليون نازح من داخل العراق الآن في كل مكان في العراق وعلى الحدود السورية فلابد أن تكون لنا وقفة مع ما يحدث في مثل هذه المناطق سواء كانوا أننا في جنوب السودان من قبل أو كان في العراق زي ما احنا شايفين كل يوم والتاني في عمل مثل هذه الجماعات الإرهابية بعد كده البصنة والهرسك البصنة والهرسك البصنة والهرسك احنا كان أول عملنا في الإغاثة الإغاثة انشئت عملنا فيها عام 1984 وبدأت أحداث البصنة والهرسك تتضح جليا لنا بعد تفتت يوغزلافيا وانقسامها إلى دولات في مطلع التسعينيات 89-90-91 وبدأت الدول ذات الدين والثقافة والمذاهب المسيحية المختلفة تستقل فاستقلت سربيا اللي هي بنسميها دلوقتي يوغزلافيا الجديدة وهي دولة تتمتع بالدين المسيحي وتتمتع بالمذهب الأرثوذكسي سلوفينيا وهي دولة صغيرة جنبها وهي أيضا دولة صغيرة استقلت أصبعت في الأمم المتحدة وغالبيتها كاثوليك كرواتيا ولها غالبية الشاطئ على البحر الأدريتيكي وغالبية سكانها من الكاثوليك أيضا المسيحيين مقدونيا وهي خليط ما بين الأقليات المسلمة من أصل ألباني ومن أصل تركي والمقدونيين اللي هم أصلا أرثوذكس ثم نأتي على إقليم البصنة والهرسك وبعد كده في الجبل الأسود الجبل الأسود أيضا أصبحت جمهورية جديدة وهي تعتبر خليط في أقلية مسلمة موجودة هناك أقل من 10 أو 15% وبعد كده في غير الجبل الأسود في كوسفو والتي غالبيتها مسلمين أكثر من 95% منها مسلمين أما البصنة والهرسك فكانت الغالبية فيها 50% أو أكثر بقليل من سكان المسلمين وباقي 50% ما بين السرب والكروات حدثت الحروب في منطقة يوغزلافيا في 91 نهاية 91 ما بين السرب والكروات والسرب والسلوفين ثم الصرب والبصنوين خاصة حينما أجرى المسلمين استفتاء الاستقلال في أوائل عام 1992 بعدها تحولت هذه المشكلة إلى حرب تطهير عرقي تحدث عنه العالم ولم ينتهي الحديث عنه من اغتصاب جماعي ممنهج مبرمج من السياسيين والتوجيه حكومي ل المقاتلين في الجيوش السربية دمار شامل للبصنة تطهير عرقي قتل كثير يعني الإحصائيات التي نتحدث عنها نتكلم عن مئات الالاف من النازحين ومئات الالاف من اللاجئين في أوروبا وأمريكا والدول الأخرى نتكلم عن يعني قرابة مئة وخمسين أو مئتين ألف قتيل من الشعب البصنوي نتكلم عن أربعين لخمسين أو ستين ألف حالة اغتصاب لفتيات ونساء البصنة فكانت حرب تطهير عرقي استمرت ما بين اثمين وانسعين إلى خمس وانسعين حدثت مباحثات سياسية كثيرة جدا كان رئيس البصنة أنا ذاك اللي هو رحمة الله عليه السيد علي عزة بيجويتش الذي قبل بالسلام الظلم لماذا؟ وقال هكذا بالظبط وهو كان سلام ظلم ليه؟ لأن كل الدول الأخرى اللي خرج من تحت يغزافيا أصبحت دول مستقلة لا حكومات مستقلة أما حكومة البصنة فهي الآن حكومة تنسيقية حكومة تداولية في السلطة حكومة لها رئاسة مشتركة ما بين الصرب البصنة وكروات البصنة ومسلمي البصنة وهي دوريا بين هذه الثلاث حكومات وأن تعطى الاتفاقية للمسلمين البصنوين أن يكون لهم القدرة على حكم البلاد اللي هم المغالبية فيها كما أعطيت للدول الأخرى قال علي عزة بيجويتش أقف هذا النزيف البشري لابد أن أقبل بهذه التفاقية وهي التفاقية الرجل الذي كسر زراعه ولكنهم يلون ذراعه والألم هنا كان الأعداد الهائلة في النساء والفتيات الموتصبات والمساجد التي دمرت ومئات الآلاف الذين شردوا أو نزحوا أو مئات الآلاف الذين هجروا وكذلك المساجد والبيوت إلى آخره فقبل علي عزة بيجويتش تفاقية دايتون وأصبح سلام إلى الآن مستقر منذ حوالي 22 سنة سوريا ما زال نزاها إلى الآن يعني فضيحة أخلاقية وقيامية وفي كل الأبعاد اللي فيها سبع مليون نازح داخل سوريا خمسة مليون لاجئ خارج سوريا ولا ندري ماذا بعد كل يوم تخرج لنا مجموعة إرهابية أو بسموها أي مجموعة من مجموعة مسلحة كذلك ما حدث في العراق من هذه المجموعات التي تخرج هو يحدث الآن في سوريا في خلال الست سنوات الماضية لا ندري من أين يأتي المال لهؤلاء من الذي يعطيهم المال من الذي يعطيهم الصلاح وما هي تدخلات القوة الإقليمية أو القوة الدولية في مثل هذا والذي يضيع لا ندري كم من كم من الناس قتلوا في هذا المكان ومع ذلك هذا علم مجموعة من المجموعة أنا لا أتفق مع أي علم من الأعلام إنما أتفق مع الشعب السوري فقط الشعب السوري فقط هو الذي يعاني الآن وليس العلم أو الشكل أو أو إلى آخره فإن أرادنا أن ننظر إلى هذه المعاناة فلا بد أن ننظر للشعب قبل أن ننظر للعلم أو للأرض أو للفكر أو للمنظومة اللي تدير هذه الأمور الشعب أولا الممتحن وليس العلم وليس السورة وليس المجموعة وليس الجماعة وليس 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 لكن بس حطينا العلم ده لأنه ندور نحن نتحدث عن سوريا وليس عن علم معين أو عن فقه معين أو عن منظومة معينة أو عن جماعة معينة أو عن توجه معين بقدر ما نتكلم عن هؤلاء الأطفال أطفال ضحايا البراميل أطفال ضحايا الغازي السام أطفال كيماوي إلى آخره إلى آخره فلسطين مشيا يعني بقالها خمسين أو ستين سنة خاصة في غزة وغير غزة والتكلفة البشرية والضحايا التي يدفعها الشعب الفلسطيني في كل مكان منذ أن حضرت المواجهات من ستين سنة حروب ثلاثة حصلت إلى آخره فننظر إلى المعاناة التي يعاني منها شعب غزة وليس فقط شعب غزة شعب غزة يعني يعتبر يعني صعب دخول الإعانات والمواد الإراثية إليه بكل المقيس اللي هننتكلم عنها وبكل الأساسيات اللي هننتكلم عنها وبكل الأخلاقيات اللي هننتكلم عنها قضية من ستين سنة ونحن نتحدث عنها وكأننا هنشاهد فيلما تلفزيونيا هناك بعد كده ميانمار أو ما يحدث هناك بنتكلم عنها عن ميانمار مهم بلك بنتكلم عن ماذا بنتكلم عن تطهير عرقي لبعض المسلمين في إقليم اسمه إقليم الروهينجا وده بدأ لم يبدأ من اليوم بدأ منذ سنوات كثيرة أربعين أو خمسين أو سبعين أو ثمانين سنة الأقلية المسلمة في إقليم الروهينجا ها هم الذين يعانون ويدحون من ويدحون في داخل مثل هذا الصراع المسلح إيه هو منهجنا في التعامل مع قضايا مثل هذه القضايا أو الأخرى الأول لابد نرجع للتاريخ وندرس بعض هذه النقاط المضيئة فيها التي تتحدث عن أمثلة من السلام الظالم أول هذه الأمثلة هو صلح الحديبية الذي اعترض عليه كافة المسلمين كلنا نعرف صلح الحديبية وكلنا نعرف كيف تنازل الرسول صلى الله عليه وسلم عن كثير من المبادئ والأساسيات في سبيل الحصول على السلام حتى وأن عمر بن خطاب رضي الله عنه الفريق عمر اعترض اعترضا شديدا فنهره أبو بكر قائلا له اغرز ألزم غرسك لماذا نتحدث عن رسول صلى الله عليه وسلم المؤيد من السماء فلم يستوعب المسلمين بعد رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في قبول هذا السلام الظالم في صلح الحديبية ولكنه بعد أن أقر الصلح صلى الله عليه وسلم نازلت صورة الفتح اننا فتحنا لك فتحا مبينا وتحول حال المسلمين في هاتين السنتين إلى حال لم يتمتعوا به من الأمن والاستقرار والأمان ونشر الدعوة في أماكن كثيرة جدا الفتنة الجبرى ما بين المسلمين اللي حدثت بعد استشهاد أو قتل الإمام والخليفة الثالث عثمان بن عفان كان هناك رأيين رأيي وده يوجه حاليا لكثير جدا من هذه المجموعات التي ترفع سقف المفاوضات إلى شيء مستحيل وا استقرار الدولة فكان جزء معسكر يقول علينا أن نأخذ بثقر عثمان ودم عثمان والآخر لو كانت تزعمه سيدنا علي كرم الله وجهه ولو الخليفة الرابع أن لابد أن تستقر الأمور في الدولة ثم بعد ذلك تأتي الأمور الأخرى وعدست بينهم معركتين والأسف أدت إلى انقسام الأمة الإسلامية إلى يومنا هذا النقطة التالتة هو تولية الحسن رضي الله عنه وعليه السلام ابن الإمام علي الخلافة بعد مقتل واستشهاد سيدنا علي وكيف وكيف حقق الحسن رضي الله عنه مقولة الرسول صلى الله عليه وسلم حذر صلى الله عليه وسلم سيكون أحد هاتين السبتين من أبنائي أو من أحفادي يصلح بين أمتين عظيمتين أو مجموعتين عظيمتين من أمنا فهو حينما تولى الإمام الحسن عليه السلام الخلافة ثم تنازل بها لمعاوية كان لأنه يرى أن السلام أهم من الخلافة في طريقة من الطرق التي تسبقنا بها العالم كله قبل أن تخرج النظريات الأوروبية والأمريكية والغربية والشرقية والشاملية والجنوبية كلمنا قبل كده عن حرب التطهير العرقي في البوسنة والهرسك والذاي أنه هو علي عزة بيجوفيتش قبل بهذا السلام الذي لم يسويه باستقلال كافة الجمهوريات الأخرى الناشئة عن نيوغسلافيا لكي يحقن دماء أبناء الشعب البوسنوي ويقلل انهجراتهم أو نزحهم من داخله ويقلل أو ينهي الأعداد الرهيبة من اغتصاب النساء والأطفال هناك المثال الآخر في منهجنا اللي هو مطباحة رواندا اللي حدثت أيضا في عام 1994 ورح لحياتها قرابة مليون قرابة مليون جلسوا بعد كده لكي يتصلحوا وتصلحوا وعشعبو واطقا ونصابت ويصابت دولة العرقية حاليا دولة مستقرة وان كانت صغيرة طوعوا صحف الخلافات العرقية والدينية إلى آخره لكي يستقر الأمن والسلام في هذا المجتمع وأكبر مثل أخير هو تجربة جنوب أفريقيا في المصالحة The Truth and Reconciliation في مصالحه في جنوب أفريقيا وبعد قرون من الزمن من المعاناة والاغتصاب والسرقة والتجويع وو وو وإلى آخره أقر هذه المنظومة لتنا نتحدث عنها فحينما نتحدث عن هذا السلام الظالم نرى ما هي المعوقات حتى في تحقيق السلام الظالم بعد كده هذه نحن نقول هل السلام الظالم ظالم أم عدد هو ظالم هو ظالم بكل المعاني لكن هناك معاوقات حتى في تحقيق مثل هذا السلام الظالم أول حاجة السياسيين الذين يعتلون منصات السياسة ممن لا وعي لهم ولا أدراك لهم للواقع الذي نعيش فيه اثنين الإعلاميين الذين لا يصدرون الحقائق للشعوب وأنشئنا الأكاذيب تلاتة اللي هو رجال الدين الذين أصبحوا سلعة في يد السياسيين ويد الاقتصاديين ويد المصالح الشخصية والخاصة أربعة اللي قالت الجماعات الدينية التي أخطأت أخطاء فادحة أخطاء فادحة ولم تدرك ولو تعلن عن أخطاءها وتغير سياستها وما زالت تتحدى الموقف بطريقة غير واقعية وغير عملية نمرة خمسة لرجال أعمال مستفدين من وجود هذه الصراعات فهم مع هؤلاء وهؤلاء وعلى كل الموائد نمرة ستة الشباب الثائر هذه اللي نستطيع توجيهه فصورة الشباب لابد أن توجه لكي لا تحول إلى تطرف وعنف وإرهاب نمرة تمانية أهالي الشهداء والمعتقلين في كل الدول نتكلم عنها اللي هما أصبحوا يطالبون بالدم كما حدث في فتنة الكبرى مع سيدنا عثمان رجل عنهم ما حدث نتيجة لهذه الفتنة آخر مقطة اللي هي نمرة كان بثنين أربعة ستة تمانية اللي هي نمرة تمانية اللي هي الدولة العميقة علموا أيها الشباب والشبات أن في كل دولة من الدول في العالم ليجوا الدولة عميقة واحدة بدتوجد دول عميقة قد لك تكون تعرف بعضها البعض أو يكون بينها وبين بعض تنصيق وبين كل واحدة منها وجهة أخرى خارج الدولة إقليمية أو دولية أو عالمية اه 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 اتصالات او حاجة هل أنا نسيت اتكلم عن اليمن اه طب نرجع اليمن تاني اليمن بس بحكالي معي احنا يمكننا نسيت اه لم اذكر اليمن في اه اه انا انظر لليمن كقضية انسانية يعني في خطأ ان احنا محطناش اليمن في المنظومة دي قضية انسانية يعاني منها قرابة خمستاشر لعشرين مليون نسمة من نقص حد في كافة في كافة مناحي الحياة من مياه صالحة للشرب لمواد طبية لكل شيء ونختلف سياسيا بين بعضنا البعض ويموت الشعب اليمني من اجل خلافات الحزبية او العرقية او الدينية الى اخر ده بس لاستكمال قضية اليمن فضلا هل السلام الظالم عادل طبعا مش عادل اكيد مش عادل اكيد مش عادل واذاك حسمناه سلام ظالم ولكن لما يلجأ الانسان لتحقيق هذا السلام الظالم لان تمن عدم موجود كلمة سلام في المنظومة المجتمعية او داخل الدولة هذه الملايين الممليانة من البشر خاصة في الخمس او ست القضية انت كلمت عنهم من العراق الى سوريا الى اليمن ها الى ليبيا الى ميانمار الى جنوب السودان الى 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 من الذي سيدفع تمن الدماء والمعاناة والالام التي تعاني منها هذه الشعوب من 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 اذا حدث ان وقفت الحرب الان في مكان ما مدينة حلب وما حدث فيها من دمار حتى اصبحت هيكل من الذي سيبنيها مرة اخرى مدينة الموسم من سيبنيها مرة اخرى مدن الليبية المختلفة مدن اليمنية المختلفة من الذي سيدفع تمن الدم الذي يسيله والمرض والفقر والجوع والحلمان والتشرد من حينما نقول ان هناك سلام اوكي ايوة ظالم ايوة لكن من يجلسون على المكاتب في المؤسسات الدولية الى اقليمية والاممية نظام التعاون الاسلامي جميع الدول العربية الامة المتحدة نحن نتحدث من خلال ابراجنا العاجية لكن نتحدث من خلال واقع العملي المؤلم المهين للبشر وابناء البشر فلابد وهذا نداء ليس فرد ولكنه نداء الواقع الذي يراه من هم من امثلنا يطفون مثل هذه البلاد ليرونا ان حجم معاناة الفرد والمرأة والطفل والشيخ واللاجئ والنازح اكبر واقدس واغلى من الحرب نفسها فلذلك قد يطالبون بسلام ظالم ولا يريدون استمرار هذه الصدمات العسكرية بين مجموعات لا نعرف في كثير من الاحيان من اين اتت ومن يمولها ومن يقف معها او وراءها الاخر شكركم جميعا وجزاكم الله خير وكان في سؤال جالنا اسمه ايه السؤال هل في ختيار هل في لا عن قرية فلسطين عن قرية فلسطين نعم اه فضل ما هو الخير الثالث اه لابد ان يكون خير الثالث وطبعا الاخر اللي بكلم في في خيار الثالث ما في مشكلة ان يكون في خيار الثالث ابدا في خيار اول كان الناس كلها عارفها المواجهات المسلحة خيار تاني نطرحه اللي هو السلام الظالم خيار تاني نطرحه للنقاش ولكن قضية فلسطين هي قضية تختلف عن كل القضايا اللي احنا كلمنا عنها لانها قضية محورية مقدسة بالنسبة للشعوب الاسلامية كلها فذلك هي استمرت لها ابعاد مختلفة خلال الستين سنة الماضية وتحول العمل الفلسطيني في اوروبا وفي امريكا الى عمل مدني الى عمل مناصرة الى عمل اعلامي في خلال ستين سنة ماضية ليه لرمزية القضية فمن الصعب اننا نضع قضية فلسطين في كفة ونضع قضية البوسنة او قضية ميانمار او قضية العراق او في كفة اخرى لان قدسية فلسطين والقدس المسجد الاقصى تختلف تماما عن باقي القضايا فهي قضية استثنائية لكنها محورية وتعتعام المناع بطريقة مختلفة عن الكوالية الاخرى نشكركم جميعا وجزاكم الله خيرا والنتقل معكم غدا باذن الله سبحانه وتعالى في unjust peace is better than the mass destruction of nation 1 o'clock UK time 3 o'clock مكة time والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته